معلم معلم وصل هادي وصل هادي يا جماعة قرب معي لخبر حشاني هادي شان رافض بي صلوه هيرزون قضية اختصاب الأطفال والقاصرين لعل أخطر ما في الجريمة أنه حوادث التحرش والاختصاب ليست فردية بل هي عمل منظم لعصابة متعددة الأفراد بقدم تسهيلات لبعض البعض بهدف الإقاع بالضحايا كسر حاجز الخوف من قبل ضحية وحدة كانت كفيلة بكشف فصول مجموعة من أشهر التيكتوكرز بلبنان المعروفين على وسائل التواصل الاجتماعي بالعلن هن مالكي سالونات لتصفيف الشاعر كما متاجر للألبسة أما ما خفية وراء العالم الافتراضي فهو فصول جرائم متشعبة تبدأ من الاستدراج إلى الاختصاب مرورا بالتصوير والابتزاز ووصولا إلى ترويج المخدرات بعيدا عن الأسماء وحفاظا على سرية التحقيقات وبعد إعلان كوالأمن الداخلي عن توقيف أشخاص مشتبه بدلوعهم بأضايا ابتزاز واعتداءات جنسية على كسر محام عائلات الضحايا يلي تقدم بشك وقضائية أتاحد بفتح الملف أطال عبر الأو تي في بلشنا بضحية واحدة صرنا بستة سبعة اليوم العدد حيرتفع أكيد لأنه في ضحايا آخرين يرغبون بالإدعاء أو بتنظيم شكاوة من شلط إيدنا على عيد القوى الأمنية مكتب المعلوماتية برئاسة المقدم باتريك عباد وبإشراف النائب العام الرئيسي غادة عون هذا الموضوع بيشكل استثناء بمسار الجريمة في لبنان يعني الاختصاب لأطفال قاصرين بهذه الطريقة المنظمة والمتعددة ووقت طويل هذا بيستدعي أنه الوقوف عنده تمطولاً ومتابعة الملف حتى نهايته لحتى ينال لهؤلاء المجرمين الأقصى العروبات باعتقد صار الوقت أنه يكون فيه ولو حصة واحدة في الأسبوع أو في الشهر بالمدارس أنه يكون فيه توعية اجتماعية من هذه التطبيقات الاجتماعية ضروري جداً لأنه هذه التطبيقات المقدرة تكون مدخل لأمور كتير مفيدة بالمجتمع وبنفس الوقت تقدر تكون مدخل للمجرمين أن يستغلوها لأنه أنا عبر وسائل تطبيق الاجتماعية عرفوض علابات كل شخص أنا عم بواجه طفل عمره 14 سنة خبرته من الحياة هي سفر يمكن خبرته من الحياة الجنسية هي معدومة كان بعض منهم بمبادرة فردية من الأهل بعض الأحيان تمت متابعتهم نفسياً إلى حد ما في البعض ملج على طبيب نفسي يعني نحكي بصراحة في بعض قدر يتخطى المشكلة لحاله ولو بعد وقت طويل بس منحمد الله أنه قدرنا نحط إيدنا على هذا الموضوع وعلى هذا الجرح هلأ بالوقت الحالي لأنه العصابة جزء مننا صار بالسجن والجزء الآخر ملاحق والكوة الأمنية عم تتعكم بأداء تفاصيل وبكل اللحظة وأنا بتوقع توقفات بالجملة مصادر أمنية أكدت للأوتيفي توقيف حتى اللحظة سبع أفراد من بين العصابة المتورطة بمحصلة مرشحة للارتفاع بناء على التحقيقات الجارية والاعترافات عبر عروض هدايا من محلات الملابس إلى إهام المراهقين بتصوير دعايات تصفيف الشعر تم استدراج الضحايا وببعض الأحيان باللجوء إلى حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي بأن لفتيات من خلال إقامة حفلات بشليات بين بيروت وجبل لبنان كانت تتم عمليات الاختصاب وتصويرها عبر كاميرات المراقبة الخفية من ثم الإبتزاز بنشره في حال أقدم أحد على الحديث عما تعرضوا له بالتوازي مع توسيع التحقيقات كما ملاحق إدباء المتورطين كلفت الآدي غادعون الضابطة العدلية بالتواصل مع شركة تيك توك لأقفال حسابات مختصبي الأطفال الموقفين كما المتوارين اشتركوا في القناة